موسيقى يهلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة ببرنامجكم الفني النقدي كشف حساب اليوم مبروح اليوم معاي ضيفة جميلة رقيقة مؤثرة كل الأشياء الجميلة تحتويها بس عندي قبلها موضوعين ثلاثة لازم أتكلم فيهم بالبداية لازم أشكر صالون جوري سبا على الميكب اليوم مشاعر وأشكر أزياء بوتيك بيلا دونة على أزياءنا اليوم لهذه الحلقة من كشف حساب أحب أشكر صالون مشاعر سبهان على الميكرو ليزر والإكستينشن حين نتحك عن أشياء سريعة سريعة عشان نستقبل ضيفتي في أشياء مو حلوة عشان لما يحضر الجمال فإحنا نتكلم ساعتها بطريقة أجمل مع صاحبة الاستضافة اليوم بس لازم نتحك في البداية لازم نعزي الفنان الكبير إيهاب توفيق على وفاة والده اليوم أثر اندلاع حريق في منزله وافته على أثرها المنية الله يرحمه ويغفر له ويصبر قلبه يعني أنا أدري يعني الصراحة شكلها تشديه عشرين عشرين قشرة يعني إحنا ما صار لنا عشرة أيام من هه عشرين عشرين صج إن كل شيء مقدر ومكتوب وقضاء الله وقدره ما نقدر نتحجه ولكن إحنا بشر نظل دائما نتألم ونتكلم ونتحسر هذه الحياة بذلك خصوصا لما نفقد أشخاص عزيزين وما بعد الأم والأب ما يعرف قيمة فقدان الأب والأم إلا من حرم من هذه النعمة نعمة كبيرة يعني أنا الله يطولي بعمر والدي ولكن أنا فقط أمي من 2009 فعرف يعني جرح اليوم الفقدان كأنه قبل ساعة جرح ما يبرد بس نقول إن شاء الله هم في مكان أفضل عند ربنا الرب العالمي دائما رحيم في عباده إنه غفور رحيم فالله يرحم والد إيهاب توفيق ويمسح على قلبه إن شاء الله ويأجره إن شاء الله على قدر المصاب الحين بنتحجه عن موضوع شغل صفحات التواصل الاجتماعي أكثر من الحرب اللي أمس عشناها بين إيران وأمريكا عشنا ساعات البارح كانت جدا مؤلمة يعني شنو هالحالة؟ يعني أمريكا تبت عاقب إيران تطقت العراق نزين إيران تبت عاقب أمريكا تطقت العراق يعني هالشعب متى يرتاح؟ يعني الواحد دائما يقولك آيالله لا تبلانا بس مؤلم أن دولة عدم استقرار بها الطريقة واحد مات هل لازم كل الناس يموتون؟ نحن نتحدش من منطق الإنساني هذا شعب يعني صار خمسين خمسة وخمسين سنة مرتاح متى بيرتاح الشعب العراقي وبعدين يلومونهم لما يرحون يطلعون جوازات من أمريكا وأستراليا وكندا يبون يعيشون الله خلقهم عشان يعيشون مو عشان يموتون عشان يبون أعيال يربونهم يفرحون فيهم مو عشان يموتون كل يوم بحسرة بصاروخ ياه من أي بلد آخر يعني يعني صجة تقوله يا الله يعني لك الله يا عراق بس أعتقد أن فيه أمس صار حدث أو صار ليومين حدث سكر على الحرب العالمية الثالثة اللي نحن قا نعيشها وهو موضوع اللص اللي صطع على بيت الفنانة الكبيرة نانسي عجرم مع زوجها فادي الهاشم الدكتور محترم والناس المشكلة الناس تصدق الناس الناس أي واحد يعدي يقولهم كلمة يا الله لا هو مو حرامي لا خلاص هو مو حرامي زينج إش كان قا عيسوي في بيت نانسي عجرم والله هو لا عفلوس ورايح ياخذه فجرا يروح ياخذه يروع أصحاب البيت إحنا أصحاب الحقوق يأخذون حقهم بوضح النهار المخافر ليش متسوية؟ المحاكم ليش متسوية؟ النيابات حك شنو متسوية؟ إذا كل واحد يطالب أحد يعني أنا الحين مثلا أروح أطالب نايف شهر أذ دينار أروح أصطي على بيته بيت واحد أروح أشتك علي عنده أقول مخفر بس واح سافة أنا ما طالبه شي بس يلا وعمره مقبول إن شاء الله يا أبو شاهر فيعني أنا بس السؤال يعني واحد رايح الفجر مقتحم البيت حاط مسدس براس العائلة سواء البنات أو الزوج يعني شنو تابونا يقولون اقعد خلنا نيبلك تبي قهوة تركيش ولا يعني مو معقولة يعني في واحد في العقل هل في أحد أنا أتوقع إن الضجة صارت كلها بسبت إن شنو البيت يعود إلى نانسي عجرم هناك مئات اللصوص قاعدين في لبنان يسطون على بيوت العباد إن الناس إن البيت حق نانسي عجرم فيالله إحنا هنا موضوع وأخذ سوكسيه ثاني شي أنا لم الحين يعني الكلام مو منطقي ولأ وحكاية إننا بنخليها بين سوري ولبناني والوضع السوري في لبنان أو فقير بوريتاريا وناس وايد أفل فيابون يسوونها فقير وغني وطبقية وإن هذا مغدور فيه يعني ليش ما أوسطه برجله أول لقى الواحد فتح عينه قاعد يشوف مصيبة وليش ما أطلقت عليه رصاصة واحدة ليش ما أطلقت عليه ستاعش الرجل هستر ترى على فكرة ترى الدكتور فادي الهاشم ترى الدكتور أسنان ترى هذا مو مو رحابي من داعش متعود والله يطلق طلقة طلقتين ويصوب هذا في لبنان كل صاحب أسرة عنده مسدس لأن الأمور الأمنية جدا سيئة في لبنان كل إنسان معرض ماذا موصل لك؟ الحين أنت لك فلوس تعال خذها ومتناقضة وثاني شي أمه طالعة تحجي أحفل شوي عندي يوم حساسية وأمه طالعة متبودرة حاطة الكحلة حواجب كانت تحجي عن ابني يحرقوا قلبي والميكب يحجيه أنت حاطته المشكلة أهلها قاعد يطلعون يتحجون بس بفلوس الموضوع فلوس ونانسي طلعت بكل احترام مع أنه روع بيتها قالت أنا عزي عائلته والفعلة هذه ليش نحن نكبرها سوري ولبناني وفقير وغني وأصحاب واسطات وهالشي أمه سامحونا شوي حساسية ما يخالف فنرجع نتحجع عن موضوع نانسي عجرم واللص اليوم تول حين قاعد أطالع في السوشال ميديا يقولك أصدر المكتب الإعلامي للفنانة نانسي عجرم أعلانها باحتضان أولاد الرجل الذي قتل في منزلها ورعايتهم على نفقتها الخاصة حتى سن الرشد أعتقد شذي ما قصرت أنا لما أروح أقتحم مسكن خاص معي مسدس لعبة وأروع الناس أنا لما أدخل البيت أنا أتحمل شون يصير يصير عندي أقتل أجرح مو أنت اللي تقررين المشكلة أهلة كلهم قاعد يتحجون على الفلوس والأبو للأسف طالع يتحجه في طريقة هديدية نحن عشاير شنو يقصد بالعشاير؟ يقصد أنهم ممكن يطالبون بالثقر أنا أعتقد أنه هو كل من مستحق اللهم هي الدية مع أنه هو قانونا وهو أهدر حقه ودش مسكن خاص واقتحمه وروع أنتوا الحين تتوقعون أن أولاد بنات نانسي عجرم ودكتور فادي هاشم هل تتوقعون أنه رح ينسون هذه الحادثة؟ هل نانسي عجرم رح تنسى أنه هناك إنسان قتل في منزلها؟ قاعدين يكذبون يقولون هو لا فلوس ما دري شنو أوه عشان يطلعون أي شيء ينزي الإمام علي بن أبي طالب قالت بين الحق والباطل أربع أصابع سمعت سمعت شفت لا يعني هو الحين يقول أنا أنا كنت أشتغل بستاني في بيت نانسي عجرم ما عنده صورة مع نانسي؟ يعني أنا أسأل السؤال بالمنطق ما يصير يعني أنا مثل حين صار لي بيسكوب عشر سنوات هل يعقل أنه أنا ما عندي صورة مع الإعلامية الجميلة أثمان فجر السعيد؟ أكد عندي ما يصير قبلها تشتغل بالإعلام بالإعلام الزيب هل ما عندي أنا مو متصورة مع أحد مو متصورة داخل استوديوهات وزارة طبيعي ما في أحد ما عنده يعني أنا أشتغل في مقان لازم أنا يكون عندي ذكريات فيه بعدين يردون أغيرهم كلامهم يقول لك لا هو يشتغل عندهم بس هو ما يتعامل مع نانسي وزوجها من الناس اللي موظفين عند نانسي واللي تحد بعدين يقول لك هو يطالبهم وهم ما عطوه ورايح الفجر رايح أجي بفلوسي وجايش جاي الفجر مقنع يعني بالمنطق السالفة لا تطلعون إنه سوري ولبناني حرامي وبني آدم قاعد ببيته بتقعدون تحاسبون الشخص اللي نايم بيته ويقوم يلاقي إن عياله مهددين بالقتل شعرف أن هذي لعبة وأنه مو سدس مو حقيقي طبيعي الإنسان يهستر عياله يعني أغلى ما يملك في هذه الحياة ويابهم عشان يفرح فيهم عشان هما جزء من حياته مهم ودكتور فادي لهاشم يعني رجل مسفاح رجل دكتور من أشعر دكاتة لبنان أعتقد فيه في طب الأسنان حالهم حال المواطن اللبناني ما حد سوى عملته فيه إنسان وإنسان لا تطلعون سوريا مماني شنو وإذا أنتوا شايفينه خلاص لحين تقريبا الأمور هدت في سوريا روحك عادي بسوريا والدي ضعيف والدي صحته على قده والله اللي يروع ومو محتاجين أساسا يألفون قصة يألفون قصة علشان شنو هل تتوقعون النانسي عجرم إذا هو كان يشتغل عندها في البيت رح تقولوا والله أي كان يشتغل عندي ومشينا شنو في أحد ما سكها شيء من رقوبتها ثاني شيء إش كثر يطالبهم ألف دولار ألفين ثلاثة عشر تلاف دولار ترى على فكرة عشر تلاف دولار يمكن يكون قيمة محترامي الشديد يعني قيمة حذاء واحد عند نانسي عجرم من البرندات اللي تلبسها نانسي عجرم كاهي عزتهم بعد ولدكم يا يمقتح من البيت اش تمونا نسوي شنو تبينها تغني لها تصفق له تغني لها واحدة ونص ولا شنو بالضبط يعني شنو مطلوب لا سروا معه سروا مولا معه معاه وعارف شنو مسوي واضحة الفجر اقتحام وترويع آمنين وكس اقتحام مسكن ليش شذي؟ خايف 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 على عمره عنده عيال ما يروع عيال الناس صار الكل يفتي وصار الكل أنا أضحك الجريمة تتحدث عن ذاتها والقضية واضحة فقط لأنه فيه نانسي عجرم اسمه شور بس لو البيت هذا حق والله واحدة اسمه مثلا نانسي عبدو نانسي كمال ما حد اهتم مئات الجرائم قاعد ترتكب ترتكب في لبنان من سرقة سرقة سيارات وبيوت وما شنو باليوم ركز الاعلام وصار الكل يفتي ويتكلم يعني أنا أضحك ناس مثلا عراقي عراقي عايش بكندا قاعد يتحجي في الموضوع زينت شنو عندك ألمامك يعني لا هي أنت بالعراق ولا الجريمة في العراق وقاعد تقرأ وصار علينا يعني محقق كلومبوس جريمة واضحة الرجل هو أهدر دمه ودكتور فادي يا لنا يا العصبي طبيعي الشي مهين الواحد يكون بسيارته وواحد يكسر عليه باب يعني أو زجاج السيارة يرتعب شون ببيته وعند أهل هذا نسمى أوه يخاف عليكم هو يخاف على بناته أنا ما أعتقد أن الدكتور فادي في حياته لما أخذ ترخيص المسدس أنا ما أتوقعت أنه هو تخيله أنه بيوم الأيام رح يستخدمه ويستخدمه بهذه الطريقة هستر الإنسان ترى بين الجريمة ووقوعها ترى كل الجرائم تدرون شنو اللي يحركها لحظة نور العقل فيها يطفي كل الجرائم لما نقول فلان شون وهذا قتل فلان سوى شذيه سوى الجريمة الفلانية وين عقله دائما وين العقل لما ترتكب الجريمة يكون العقل باستراحة الأعصاب التركيز هل تتوقعون أن هل هل يهال عيال نانسي أجرم الدم والدنيا اللي صارت يعني عدت نانسي قالت البنات عرفوا شنو صار نانسي طالت مبينة نفسيا تعبانة متهالكة مو هذي نانسي بأناقتها وكشختها مو قادرة والموضوع مو لعبة هو حتى إن كان سوري جنسية والنعم بأهل سوريا كلهم هو لا يمثل السوريين ولا يمثل عائلته يمثل يمثل نفسه الفعل ما له والأبو لما يطلع يتحكي وهو إحنا أشائر يعني خاف يا دكتور فادي يترى إحنا نحط الثقر ومش إنته ما لكم غير الدية ما لكم غير الدية بس الرجل في بيته في في وضع الدفاع عن النفس وعائلته هو إش دره؟ خلاص واحد داش وياه مسدس بس الناس بس تقعد تزيد تزيد تكون أحد يقعد يقول من عنده ويا الله صار سوق على حساب نانسي أجرم ما نقول الله يرحم اللي مات والله يرحم الحي لأن الحي هم تحت رحمة رب العالمين كاهوا اليوم انطلبوا لا تحاولون سوونا قضية رأي عام موضوع أبسط من ذلك ويرجعوا وأقول مئات الجرائم قاعد ترتكب في لبنان بس أصحابهم غير مشهورين فقط لأنه نانسي أجرم للأسف وأهلا بس ما يتكلمون إلا بفلوس 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 ترى يا فكراي أهلا رخصوا دمه موهوا أكثر أكثر وأكثر نشوف الفيديو مع جريمة نانسي أجرم نترك الموضوع كله إلى القانون والقانون ما يظلم أحد صاحب الحق رح ياخذه والمحقوق رح ياخذون مننا الحق حلو حلو حين بتحجع بشي أخير عشان استقبل ضيفتي الجميلة دايلر دايلر الكل عرفه فنان سعودي مراهق حبه وايد من ناحية أغنية سامولي لكن أنا قاعد يتجع بفترة أخيرة قاعد يتجه اتجاه غير حسد يعني أول شي منزل كليب أنا ما حبيته أنا ما شنو في دبي عندي ما شنو سيارتي أنا بفلوسي أخليك خدامتي هل هذا أنت يعني أنا لأن هذا يعني كونه هو مراهق فهناك الكثير من المراهقين في الخليج والوطن العربي مقتدين فيه شنو ترعي فكرة فلوسك من الناس رزقك من الناس من إدلاغك ليه شعر راسك فضل الناس شنو أنا بفلوسي أخليك خدامتي بس هذا ما عموما يعني هذا الفن الهابط اللي قاعد نعيش فيه نحن عايشين في زمن محمد رمضان الشو أفسخ وسير ستار أتعره يعني رسولنا الكريم قال عورة الرجل من سرته إلى رهبته هذا الريال طالع ملط محمد رمضان فهذه الفئة طبعاً إذا هذا القدوة الغير حسنة محمد رمضان ما كمل ثلاثين سنة عليه بالعافية الرزق اللي رزقه هذا أرزق رب العالمين ما نطالع فيها بس السلوك أفزع قلبي زيادة دايلر إنه لما شفته قاع يسوي سناب إنه قطوته يبيحطها بالميكرويف تدري كم واحد مراهق ممكن يسوي الفعلة هذي مالتك اللي انت كتبت تسويها وفتحت فعلة ميكرويف وكنت ناوي تحطها هذا محرم الله رح يسئلك عن هذا الحيوان وترويعه ترحين التوقف قاعدت حاجة عن موضوع نانسي وترويع الناس هذا حتى الحيوان قطوة لا حول لها ولا قوة شاء حظها العاثر انها تصار تبئيد دايلر ينحط به هالطريقة ويبيحطها بالميكرويف هالدقائق شكثر تأذي الحيوان اللي لا حول لها ولا قوة انت مفروض يتم مناداتك وحاسبتك من حقوق الحيوان مما باحث الجراميك ترونية انت شون قاعد تسوي جريمة هذي روح تدري كم واحد يقلدك اليوم وراح سوى الحركة هذي تدري انه ممكن يكون بسببك عدد من القطط او الكلاب مكرم السامع ممكن يموتون بهالفعله لانه عقل مراهق لا يفقه على باله لعبة بحطها ببلله بطلعها ناشفة عدم هانا نفس افهم وين اهلك؟ لا صج وين اهلك؟ اللي قلونك تقدم فن رخيص نفس هذا اللي تسوي فيديوهات يتأثرون فيها مراهقين للأسف شيء وايد مؤسف ومقيت بشكل جبار اذا قررت انت دايلر انك تكمل في الفن والاعلام والسوشال ميديا تقدم مضمون ما نكرهك ما نقدم لك الا كل تقدير ولكن المادة اللي انت قاعد تسويه لازم يكون فيه محاسبة مو كشي واناس او شو مو كشي يلا فيوه على السوشال ميديا والناس تاخذ الرخيص والغالي للأسف شيء مؤسف مؤسف اذا اقصى درجات شيء يوجع القلب بس عشان شيء يريح قلبي شوية ونبدد الروأ ونناقش اليوم بستقبل حاليا ضيفتي ضيفتي شخصية جميلة وراقية مؤثرة جدا بالاعلام والكتابة والسوشال ميديا ضيفتي الجميلة جدا الرقيقة جدا ليلة الكندري نطلع فاصل ونستقبل هويانة وان شاء الله اليوم رح يكون شوية اكشن بس اكيد ما نملك اتجاهها الا كل التقدير سواء اتفقنا مع ما تقدمه او اختلفنا عن المضمون ما تقدمه نستقبل ليلة الكندري ونرجع مع كشف حساب بس مو بروحي وياي الجميلة ليلة الكندري هلا فيك ليلة؟ هلا حبيبتي اهلي اول مرة نلتقي صح؟ صح اول مرة بس نتابع بعض على السوشال ميديا بس اول لقاء بيننا اول لقاء اول لقاء اي موحب اللي تكون تمام مضبوطة موحب تتأخر عشان لا يتأخرون علي اه اذا لما يرى الشخص ما يهتم في المواعد شو تسوي؟ اه رح اعصب وعيد انت عصبية ليلة اي وبالويها اقولها مرة واحدة اي عصبية شنو عصبيات ليلة الكندري شو تسوي اذا عصبت؟ تكبب الدنيا فوق تحت اه اي اي انافس اه وممكن يخترب اليوم كله والسبة تنفس على بس الدنيا تستاهب؟ لا بس عرفتي الموادد شي انا من داخلي افيني اعصاب ما احب ما تحبين انا احترمك لازم تحترمني اكيد اوكي ما تحترمني؟ انفس عليك ما اشوفك امم امم عاطو بس لما تنفسين يكون هذا الشخص ممكن يكون صديق او صديقة قريب؟ مشكلة اذا كان قريب لان رح ياخذ مني زفة زفة اي المبعيد اهوة معنا شكلة كيوت ليلى لا لا زفة زفين اي زفة شوين تصل؟ لا عاد مو لحد الناشس ما عاد يتمتشع شعر اذا خواتي عرفت اوكي اذا بنار تتصافون كل وعدة بسحافة اكستنشن يطيح 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 تسوين فيها جريمة ما صدقة تركبت صار لاش كتر؟ رحتين تيت ليلى ومتشعتها او اهدها وامشي على حسب يعني اذا اختير فيه تشتي احد امون عليه ليلى الكندري لا تزعل منك بعد برج الثور شي سوي اووح اوكي اي دي ه؟ ثلاثين أربعة ثلاثين اربعة بيني وبيني عشر ايام مني وبيني عشر ايام انا اخر يوم بالحمل بيني الحمل والذر ايه ميزاً. ليلة الكندري لما نتكلم وني قول فنانة؟ قوله بلقر؟ فاشنستة؟ كاتبة؟ شو الاسم اللي قبل ليلة الكندري اللي انت تبينة حق نفسك؟ يعني أشوف نفسي كفاشنستة أكثر من فنانة لأنني ما قدمت شيء بالفن يعني أنا ما اتجهت لا للتمثيل تغنيتي شوية مو بصوتي مشاهد تمثيلية مجرد لبسنج يعني بس ما اتجهت للتمثيل أنه مثلا مسلسل أو فيلم أو شيء شذي ما يتلك عروض ليلى يتني عروض بس ما أشوف نفسي بالتمثيل ما أحب يعني ما تحبين تقدمين شخصية ثانية غير شخصية ليلى الكندري بلى أقدر يعني عندي أقدر عندي موهبة يعني مثلا أقدر مثلت أني قعبتي أو أني فل مستنسة أو أني معصوة بس أنا ما أحب ما أحب التمثيل ما تحبين تمثيل ما تحبين تمثيل وما تحبين يمثلون عليك لاثنين بس الناس صارت في الحياة يمثلون وائد ليلة أكثر من النجوم اللي نشوفهم على الشاشات طبيعي خلاص صار شي طبيعي الخداع يصير طبيعي الحين بزمان نائب خلاص لدرجة مرات أشوف أحد يبطي ما صدقه أدري كعمثل ما أدري هذي عقدة ولا هذا ما تقولي لي ترى الدور واسع عليك ترى أنا ليلة كنديري ما يمشي عليها ها كنت شتادرين كنت شتادرين ايو قلت لش بني عبين بعض عشت أيام بس بالسنين أنا كبر مني شوائد عمر كله الحبيبتي ما في واحد قلت له ترى الدور واسع عليك ما يطوف عليك وايد وايد صديقاتك ما عندي صداقات وايد حب حرصر ها ها لأن الحب هوى هوا بارد يدش حياة الإنسان ها ها تستحي ليلة كنديري ما تقولها أنا أحبيت شخص تعلقت بشخص لا تزوجت شخص لا ما استحي عادية ما تستحين عندك أنا أنا قوية أنا المرأة الحديدية ها ليش قضيت هذ الاسم قررت به معنى شكلت شوائد أرق من كناب تذي حبيت الاسم حسيت أنه هو يعني يمثل شخصيتي مو شخصيتي حياتي يعني الأكشنات والمشاكل واللوية اللي بحياتي وشون أنا قدرت أواجهها وأقدر عرفتا فسماني هالاسم شخص من عائلتنا مسك معي حبيتها حبيتي حبيتها إن شهرت فيها سمح السيد ما قالك أنتي أحلم إن أنت يعني يكون هذا الاسم شوي تاف بس أحلو أن المرأة أو الأنثة أن تكون قوية أنا ما أحب أشوف أنثة مكسورة أو ما فيها قوة تقهرج أي عصب عطوب وديش تمسكينها تقوليني أنت ليش نسبع عمرتش ذي؟ أي ما أحب أعصب لأن أحط نفسي مكانها وأنا ما أحب أحد يكسرني عبتي بس لازم الإنسان يعدي منكسارات ليلى أمثل أني منكسرة عشان شخص أو عشان شيء أنا أبي ممكن بس أنكسر صج ما أحب ليش؟ ما أحب الحب يكسر التعلق يكسر الارتباط يكسر تروحين وتردين على الحب الحب؟ أي طبعاً يعني أوكي أنت لا تقولي أنت موجودة بالسوشال ميديا موجودة بالإعلام ابنية جميلة في مقتبل الحياة يعني هناك الكثير أعتقد أنت قلتي مرة أن الدايركت عندك فل نعم نعم دايركت ناب استيجرام تويتر واتساب واصل واتساب عندي يمكن فوق الألفين بلوك بلوك بش أسوي إزعاج ما تحمل إزعاج تحسين عروضهم حقيقية ولا بس أن أنا أبي أييب راس المرأة الحديدية في ناس من متابعتهم لي على مدار هالسنوات اللي أنا بالسوشال ميديا لا أحس أن صج صار أنه حبوني صج بس أنه شون أنت بتتقبلين حتى لو أنت مكاني أنه شخص مثلا ما تعرفينه هو حابني من كثر ما يتابعني بس أنا ما أدري منه أهو حتى لو يدزلي صورة حتى لو يحاول يكلمني عندي بعد من مو بس من الكويتة أنا من بره أوكي ما تؤمنين بعلاقات الحب الموجودة على السوشال ميديا بلى تؤمنين في ناس الزوجة بس بعد فترة يطيح الأقنعة شوفي على حسب ممكن يكونون مجرد تمثيل عشان شغل يعني البزنس وممكن لا يكونون صج حب والحب الصجي يبين يعني حتى مثلا لو نصادفهم بعيد عن السوشال ميديا والتصوير يبين بس صار الحب حق الأشخاص اللي يزوجون من السوشال ميديا صار اليوم بزنس ليلا مو أكثرهم يعني أنا شوف مثلا أمين وخلود أحس أنهما يعني صج يعني يحبهم بعض وتشذيف بس العيال يعني ما يصير ياهل توا بعده ياهل ياخد ترى فترة مراحل عشان شكله يضبط يطلع مرامحة دنيا على طول بالسوشال ميديا أنا ولدت بالسوشال ميديا أنا عيالي ما شنو بالسوشال ميديا أتدري ليش لأن مثلا أنا مثلا عن نفسي أنا أن إذا حبيت حياتي الشخصية كلها من السوشال ميديا يكون أنا متقبلة في كل موضوع عندي عادي مستنسة بس في ناس لا ما يحبون يعني عادي تحط شغلات معينة مو كل شي أنا عن نفسي تعود خلاص تعودت يعيش ربا بالضبط تعودت أن حياتي الكل يأعرف عنها كل شي وهذا صح ولا غلط؟ شوفي هو مو صح ولا غلط على حسب شخصيتك أنت تقبلين ولا لا أنت ذا تقبلت بتلاقينا عادي أنا أحس خلاص تعودت تحسها عادي تحسين الناس تبي ولا ما تبي ولا تبي التعالطم الناس عموما تبي تطمش على كل شي عرفتي يعني عادي وإنتوا صرتوا المادة للناس التابعها أهم قتلك على حسب اللي يحب يطرح ويحط حياة الشخصية كلها أنت لما تزوجين ما تطلعين رايبتش أنا تزوجت تزوجتي وأعرفه وأعرف شكله وعفكرة ذوقت شوي تحلو حانيصير مغرور هانيصير مغرور ها طلعتي مرة واحدة فاجأتين بخبر أنا طلقت ليش أنت ما كنتي أعلنت أن أنت كنت منزوجة ذاك لفترة أنا أعلنت بس ما أعلنتي بطريقة مباشرة بالسواشال ميديا يعني حق المقربين والمقربين أعلنوا لي مثل رفيجاتي اللي بالسواشال ميديا وبعدين قلت لك أنا بالنوع العصبية مرات أحس نفسي ياهل عرفتي مثلاً أما عصب وخاصي الله ما بي الله أنا بتطلق إي إذن بعد الساعة رضيتي خلاص سحبت عرض الطلاق لا تطلقني خلاص أنا رضيت شون الريال يراضي لأي ذا الكندري بالكلمة الحلوة ينقص علي بسرعة من الآخر إذنك أي كلمة الحلوة لا تيني نهائياً بالعصبية ولا بالزيف ولا بالصوت العالي ما تحمل صوت عالي ما تحمل ما أقدر تصرخين علي ما عرف أتكلم أتأت شي خلاص وضو ساكت ما عرف أتكلم أنت بطبيعة تتكلمين بهذا التون بهذه الطريقة ولا بس بالسوشيال ميديو لا لا هذه أنا نفس ما أنا تابعي مثلا سناباتي هذا أنا نفس ما أنا ما تصنع إيه قاعد أشوف وكذا شي ضحكتي للكل حافظ الضحكة هذه حالة ثانية مختلفة ما بي أطلعها المصدر تحبين ريال حلو مهم يقولوا الحالات ليس للريايل لا ما أحب يعني مثلا لا أحبه حلو ما أقدر ما تقدرين ما أقدر تقبينه حلو يتغارين عليه وكل واحدة طالعة ورفيجات يتصلون عليه أموما البنات لا يحلون أحد يعني مثلا ممكن أن هيا الطالعة ليس حلو عشان أنا معاه إيه هذا هو هذا الموضور زوج مشهورة يعني كلهم سيطالعونه مو قصورا فيه مثلا هو حلو بس مو عشانه اهوه يعني ممكن يطلع بروحه ما يطالعونه كثير ما يطالعونه هو معي و انا كذلك فاصبح الموضوع غيره الشباب يغارون يطالعونه ما يعصب لما يخزونه هو ما شغل كافي لهواش كافي لهواش ترى بداولة اموديكارد دو تقول له ريلي هو يقول بعد ما يذهبهاشي Yahoo هايبوة بالمغفر او بعد المغفر كل مكان انت بشكل ان سيطالعونه سيربتش قوي والله الريال موده يعني بو завترそれでは سمح الله ادخذيت الريال على جماله الانسان يكبر لا اشيتي دامي انا مقتنع فيه عن جبني حتى يعني لو كبر ما رح يتغير مثلا تسعين درجة كل شي يصير الإنسان ثاني بعدين حين فيه تجميل يعني وقبر وحركات وشي يعني الريال هو رح يسوي تجميل حين يسوي عادي يعني وايد فيه ناس تختلف لا مو تجميل أوفر يعني مثلا بوتوكس السوال بوتوكس وفلر وهل الشي لا فلر لا مثلا بوتوكس إذا طلع على شي اي تيكسس حركات بحي تيكسس انت تابين احمد عز لا تنطار يا سامي ناس ثانية يغاء حرب اليوم يصير لا لا ما نبي حرب بين العائلة نزين ليش لمحين ما دخلتي بوتوكات كان عندش توقيع مع براندات لكن شفت ان لغيتي الاتفاق هذا كنت مع براندات يمكن شهر وبعدها طلعت من عندهم ليش طلعتها يعني مو قصورا فيهم بس يعني ما حبيت يعني يعني أبي الأفضل يعني طبعا تبين بوتوكات يمكن ليش لأ ليش لأ بس ليش يعني يعني ما دي الشيتي مع الأمانة ما أدري يعني ما صار ليلحين أن أنا صار عرض بيننا أو شي لحين هما قالوا في عندهم أكثر من ألفين شخص لمنحين ما تم التعاقد معهم يعني محطوطين في اللستة اكيد أنا منهم اوو شثقة لا 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 الله يكون بعونه بالفيك الصراحة يقعدون له أنا كل شيء أنا قبل من هو أنا أنا آيرون آيرون ما ذلك؟ اسمين؟ مرات ليول ومرات جون 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 هذه اختراعي صح؟ اي اختراعي حلو بس أنت ورجعته وصح؟ احنا ما صار يعني ما صار أنت طلعتك شكلة عصبة منها كنت عصبة وقلت أنا انفصلت اي الحين ورجعته يعني ما صار بيننا انفصل أصلا هو مجرد كلمة أنا قلتها كتس يعني عصبة عرفتها؟ تبين تخرعينها؟ بغفة تبين تبين أروح من أيديك تحبين هذا الإحساس؟ يعني أحب اللي يتعبلي يتعبلك ولا يتعب عليك؟ يتعب علي يتعب علي يتعب علي ترى مو شرط دامين بس يكون الزوج حتى الأصدقاء حواليك عندك تكون عندك صديقة تتعب عليك صح بلا عندك هذا النوعية في حياتك من صديقات صجم وخلصات يتعبون على صداقة ليلى الكندري على علاقتهم فيها الاستمتاع بثقافتها ضحكتها بلا بس أنا صداقاتي موايد أصلا يعني معدودة وأكثر صداقاتي من البنات تلاقينهم مو كويتيات ايش معنى؟ مو عدري مو عن جوي يعني اللي أحسها تصير معاي كلوز وشذي مو كويتية والكويتية لازم أن في مشكلة وبي باي لازم تصير مشكلة الكويتية راعت مشاكل طيبة المصداقية يعني تحسين معاها مبويهين فيها حب حنان يعني فيها مصداقية تحبك أنت لنفسك طبعاً أوجه لها تحية مدام خالدة صاحبة صالون زين ستايل ونعم حبيبتي وطبعاً أحس أن أكثر رفيجاتي هم أخواتي أما صداقات متعددة أنتو كم أخت في العائلة؟ ما شاء الله لأن أنا عندي من أمي وعندي من أبوي يعني تقريباً يمكن ست بنات أنا السابعة كلهم مزز ولا بس ليلة؟ لا لا كلهم أحلى كلهم أحلى هم؟ يطقوني ايه تبت ردين البيت بيت العائلة وكلهم قاعد يتابعون كلهم قاعد يتابعون مصورين يقولون اي مصورين ومساعد ينزول يقول يلا وينش شون طالعيني السوشال ميديا؟ حالياً شيء حلو ولا شيء يضايق الخلق شوفي اللي يضايق خلقي بالسوشال ميديا فنان توفن فضح يعني حتى بموتة يعلنون ويصورون مثلاً قبرة عزاة هذا اللي أنا ما أحبه على نفسك وايد أضايق أحسن استغلال قبيح ايه يعني أوكي لو يحطون الشغلات الحلوة أوكي يحطون الفضايح بطريقة مطبيعية يعني ما أحب الشغلات الابتزازية الفضايح المشاكل ليش ما تكون الناس الناس قاعد تدور على هذه المادة عشان الشهرة عشان الشهرة عشان الفيو بالذات أنا أشوفها غلط في بروفايلات موجودة في السوشال ميديا هي موجودة يعني تسوي عقلاتم شو نقول في بعض بروفايلات طاقة الشرف يتكلمون في أعراض المشاهير طريقة جداً سيئة و رخيصة وللأسف يمكن احنا نلوم على الوزارة الداخلية أنه ما يتم القبض عليهم بطعن وتألف صور وفبركات وغرض الشهرة ويبتزاز يبتز المشهور أنت تعرضتي لهذا الشيء ليلى شوفوا يعني الأموال ما تابعوا هيدا أصلاً فلما أحد يحط عني شيء الفلاورز نفسهم وهم ينشنوني ويوروني بس يحر أقدم بس أنا شنو أنا منوع لحقر يعني كم مرة بس اللي رديت على كم أكاونت وبعدها حقر ما يهمني الموضوع عرفتها عادي يعني خليهم يتكلمون عشان يصعدون من وراي فخلكم وراي طبعاً يابوني يبتزونك أي هو شنو الغرض من التشهير والسب والدنيا يعني مثلاً لما أنا مثلاً أحطت صورة أنت مع زوجت أوكي وأتكلم أن هذا مو زوجت هذا لا هذا لا يضحكوني بالعكس يضحكوني يضحكونت إيه يعني أوكي حطيتوا صورة أنا مع ريلي زين أهلي والعموم يدرون أنها ريلي أوكي شنو شنو الفايدة بعدين عشان أنت مو شاهرة إن أنا مو متزوجة فلان فلاني ما رح تصورت يوميا أحترم خصوصياتها ما يحب أهو ما يحب الأضواء ما يحب الشهرة فمولدها هي طلعة مرات بالإسناب حاب للأمانة مو وائد مو وائد حاب لا مو وائد بس عرفتي لقى يحب عشان أنا فيه بس أنه مو حاب يعني حتى لما نطلع ونصور شيء ما يحب تعتقدين من حقه أن يقرر يكون طفل مشهور أو طفل غير مشهور أكيد من حقه في ناس وائد تقحم عيالها بالشهرة وما يكبرون يتأذون أكيد إذا هم مو حابين ومو شخصيتهم لا ويمكن في المدارس المدارس يمكن يصير فيها أذى وايد أنت أمك فلانة بلا ما أدري شنو وإذا أقصوصاً الولد كلما يعدي مرحلة يختلف على المنين الولد كلما يطلع السنة زيادة على عمره يصير شنو يصير عنده الغيرة على أمك مالتي بلا أنا والدي من الحين غار ريال البيت غار وايد لدرجة أن يما يبون يصورون معاي يقول لهم ترضى صور مع أمك هي عادي أسموه في البيت تعلن البيت صور مع مع أماما يغار يغار أنت نفس أنت يظهر الكندوريات كلهم كذي أنها نادي الكندوري هم ولدها قال لها أنا غار لا تحطي صوري معاتش اي اي بلا أنت تشبهين والدك ولا تشبهين أمتك أشبه أموي أكثر اي بس فيني يعني هم من أبوي شوية لا يزال أنا ما شفت الوالد اي شايفة أموي شايفة صورة وين عند واحدة كان يعني في عرص اي اي فشفتها عمات جميلة يعني هذه لما كانت بعمرت اعتقد واو واو بدون تجميل من قرر تجميل احنا تجميل انت ما تعورج كلمة الله يخلي التجميل بس اللي ما يعطيش ثقة يا راضي الله يخلي التجميل ايش المشكلة لا معنايت أنه يقصدون أنت مو حلوة الله يخلي التجميل اللي خلاتك حلوة خلاتك تسوين شذي تسوين شذا كيف هم المهم أن أنا حلوة المهم أن أنت حلوة هاجس عندك الجمال ليلى ماذا يعني تخافين تقومين يوم ما تلاقي النفس الجميلة لا مولي هالدرجة ماذا؟ بس يقل يقل بس اهتم هو أكيد يعني بس أنا ملاحبة أن أنا وانا صغيرة أكيد أنت شايفتلي الصور اوكي أحس أن وانا صغيرة شكلي أكبر من الحين اوكي أو موح يعني موح الووايد نفسها الحين الحين أنت راضي عن نفسك الحين اي بس موانا صغيرة لا ما دي حست شنة شكلي عودي يعني أنا مثلا عمري عشرين لأن ما كان فيه الاهتمام النظرة لا لأننا تدرين التفاصيل الحواجب كانت حيل رفعة الميكب أوبر يكبر يكبر يعني ما كان فيه نعومة ما كنا مثلا عارفين حق نفسنا أنه كانت الموضة تشاهده يكبر اوكي حلو السوشال ميديا رفعت ناس ونزلت ناس؟ أكيد ناس تستاهل ولا ما تستاهل الليلة؟ شوفي كل المجتهد يستاهل ناس يستاهل ناس يستاهل أما الناس اللي نزلتهم وهما نزلوا نفسهم لأن أكيد اطلعوا بالسوشال ميديا عرضوا محتوى غير لائق نزلوا ونسوا وايد عندنا تشدي أما اللي اصعدوا و اجتهدوا عطوا صورة حلوة عن نفسهم أكيد بيوصلون هم تصير لت مشاكل ولا انت الدورين مشاكل تصير لي مشاكل مثل؟ يعني لازم يومي في اكشنات لازم؟ لازم ما يعدي يوم ما في اكشن بس متعب مليتي ودي ما يصير اكشن لا لا في يوم تكومين اليوم هذا مولتش كل شي ضدتش في بلا بس انا انا اقصد انه لازم يصير لي شي يعني يصير لي موقف موقف ما في يوم يعدي ما في موقف اكشن حلو ولا مو حلو؟ لا مو حلو مو حلو مثل؟ يعني حين الاكشنات اللي انا يوميا صايرة هو شرائيلي مع شباب وليه مخفر الله يوميا مليت صار المخفر الجم مالكم مليت موافق على تصويرك في الجم؟ ريالت؟ لا شفتي طبعا شفتي راقل ايه طلعني منه الحين عشان شي طلعت من هولدين اوكي وبدور لي نادي بس بنا ايه بس لا تقولين انت قلت طلعت من هولدين خلاص خلص الياب يروح هناك يروح بس لا تقولين عن الجم اليديد عشان لا يروحون يلحقون ايه لا لا خلاص نادي بنات ما راح اروح خلطه شباب شي ما اقدر ممنوعة ممنوعة من زوجت ولا انت مت شوفي من ناحيتين مقتنع ايه انا قبل يعني كت ابي خلطه شين نبندش مع بعض بس شفت انه مماخذ حريتي ما اعرفة مرن اصلا ايه فبالعكس نادي بس منات احسن ممن اي صورت بالجم انا بحضرات كابتن ما ندمتى انني صورت بالجم تقليقات الناس يعني اخطى يعني تقليقات الناس من خلص منها غير صورات نزليها سوى كان لبسهم محتشم او ممحتشم او بلابسه لكن هناك أشياء تشجع أن تنقال المفردات خير لائقة صح لكن أنا شخصيتي تعودت وخاصة من السوشيال ميديا صحرة I don't care الناس ما تهمني وكلامهم ما يهمني يعني أنا مرة العام كنت بالعمرة صورت وأنا بحجاب وبالعمرة لماذا صورتي؟ شذي يعني حبيت أن أصورة تذكارية حقي وأنا بشارك الناس بالأجواء الحلوة اللي أنا فيها هم انتقدو وهم عيبو وهم سببو دالار GTI تسويين عمرة حق رب العالمين ولا تصورين حق الناس وغير تذي انتقدو وع شكلت ما يشنوا بالأحجاب في ناس قالوا حلو في ناس قالوا ماد يعني الناس ما يعجبها شي زينت ما رح تسويتي العمرة كان التاتو موجود ولا ما كان موجود موجود زي عمرة تاتو نقول يعني شيء للتاتو التاتو ما أدري يعني أنا حاطته دايم عرفتي دايم ما ينشال لا ينشال ما في شيء ما ينشال 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 إذا خليت القرار ينشال راح العمرة بنت الناس حاطة تاتو ما ينفع شوفي هو يعني مكروه عرفتي بس أنه يعني حسنا حسنا تصير لك مشاكل صارت لك مشكلة بسببت فيديو أنتي مع شاب صح؟ مهم صح؟ وانتي زعلت مني أيامية عشان أنا علقت صحيح حسنا أنتي ما حسيت أنت كان ممكن تعدين تصوير الفيديو هذا وما ينزل الأساسي خليني أشرح لك نقطة طريقة التصوير كانت توحي أنه لمسني بس أولا ما لمسني أنا كتبطيح كان يبي يمسكني فأيدة لما يتشذي طريقة أوحت أنه كان يمسكني أو هو لازق بس أولا ما تصير يعني أنا عادي حين أكون يمج بالكاميرا أتشمي لازقة فيك بس أنا ملازقة أنا يمج بس البوز أو الزاوية تعطي هالمنظر هو ما لمسني فأنا عشان تشذي ما حتميت للفيديو لأنه وصم ما مسكني الدكتور سعد العنز يقدم شكوة صحيح وطبعا صار فيه التفاهم بيننا وكل شي اللغة يعني اللغة أذكر هو تكلمت ويا طبعا هم نزلوا صورتنا بالجريدة ولوية صارت هو لأن التصوير بسيج سؤال الفيديو هذا لو ينعاد الزمن تكررينه ما أحسى فيه فايدة من وراء مرجوه ليلة هو شوفي كان فيديو عادي يعني أنا حتى نسيت عفوة تم تسوين شي عفوة نسيت حتى حكا شنو يعني كان حك شنو بس يعني هو بالعقل لو هو كان صجلة مسني كنت أنا رح أنزله بالسوشيال ميديا لا ما كنت رح أنزله يعني ما فيه يمكن فكرت أنه صغير مراهق يعني من صجة لا بس هم ولا ومو لدرجة أن يلمسني يعني أنا مثلا شهاب اعتبروا أخوي الصغير يعني شنو فرق بينه وبين مثلا ولدي شهاب عمره 17 وولدي عمره 10 سنين نص عمره يعني هم طريقته وكلامه الولد وايد عفوي يعني عما تعرفينه مثلا أنا ما كنت تعرفت عدل كنتم أخذه طب مثل كلام الناس اللي يقولونه أنه ما تنتقد الناس يدور فضائح مشاكل ماذا بس الآن صدمت فيتش أوكي شخصية ثانية الشهاب نفس الشي تعرفي عليه عدل ياهل بيبي 17-18 سنة ويد عفوي ويد ياهل ويد صغير بس الناس مقدع عنا طب يعني فاهمينا غلط شرايج بالحملة اللي صارت عليه وعدد القضايا وبين بشار محام بشار النصار راح شتك عليه أكثر من شي كوي شوف هي للأمانة هو كسر خاطر بالموضوع لاني حسيته وايد انظلم ليش لأنه هو ما عرف يوصل المعلومة عدل ما تكلم عدل أنا فاهمتها أدري ما عرف يتكلم أو يوصل المعلومة عدل فأخذوها عليه بس مو ممكن أنه هو ممكن ما عدد ما يعرف يتحجه يوصل الجملة اللي هو يبيها بشكل سليم مفوض ما يدي الشبه اللاين عشان لا يحتسب عليه ويغلط وخصوصاً إذا معلوماته قليلة أو ما يعرف يشرحها هو فعلاً ترى مبين من عدة كلامه هو قال أنا ما عرف تحجه عربي ويد ففعلاً أنا في هذه الجملة أنا صدقة لأنه هو وايد ما تسمعينه مرات تتحجه في لقاءات تتحسين فيه غلط يعني القاعد تتحجه كوهي كي بس ما يتكلم صح وما يعرف يوصل لك المعلومة عدل آه نزيل وعفويتها يعني هو المشاكل هذي اللي صارت لها من عفويتها عفويتها تتمنين أنه يطلع عن من المشاكل اللي صار فيها وأن الأمور تتصلح هي أكيد لأنه هو يعني شخص زين عرفتي بس أن المشاكل حوالينا نزيل في فيديو حقك أنت وياه تصورتي كنت قاعد ترقصي كان بعيد ميلاد نزيل بس كنتوا تصورون بره عند الباب لا هو كان بالبيت عيد ميلاد بالبيت فكان في ممور في ميرور جدامه ممور صحيح فكنا قاعد نصور جدام الميرور عرفتي بس داخل البيت وش معنى شهاب شوف ليش يعني شهاب أنا أحس قريب وصديق لأنه صغير ما حس مثلا عينه منظيفة يعني مو صبي كبير ما أقدر مثلا أمشي معه أو هذا عرفتي يعني صغير بس يسوي أشياء أكبر من حجمه يعني تصرفاته غلط يعني هذا أنت تجولي يعني يبيه لأحد يوجهه يعني مثلا المفوض يكون عنده مدير أعمال أو مديرة أعمال توجهه بتصويره بأكاونته بشهرته عشان تتعدى الأمور هو جريب وايد من غلوده أمين مفروض ينصحونا دم هو جريب وايد منه مفروض شذي للأموانة ما أدري يعني شنو بينهم فما أدري تعمدين تسوين فيديوهات تسوي لغط شون يعني نفس هذا الجيم مثلا الشاب تطلعين تكلمين بنات تنصحينهم خلي الريال يروح عيش حياتك قدمي طلاق الضرر عندك خبرة قانونية أي أعرف بس أنا شنو لأن مثلا ندشون علي بنات بالسناب تشكيلي يعني أنا وائد أسلف مع متابعاتي عرفتي تشكيلي وتكسر خاطر أن مثلا ريالها يكون مسوي فيهم قوي خاصة شمعه راسك طلاق للضرر باي باي أو خلق ما عظي يطلقني خلق خلق ترد لكل شيء من أول الجديد لا تنازع عن كل شيء وتفتك إذا الريال غثت تقدرين تقوله أنا تعال نسوي خلق أكيد إذا غثني وإذا مو زين وإذا أنا ما بي باي باي بس الريال الشرقي عمر واحد حبي يتحكم الرجل الشرقي يتحكم بس بطريقة حلوة أنه ما يوريني أنه يتحكم فيني وغصبا عني أسوي الشيء أنسي لازم يفهمني ويفهم شخصيتي ورح أسمع كلامه أحسماي بس أي أكيد في ناس من متابعين تشوفون ليلة الكنديري قدوة حقهم وايد وايد بنات عندي يعني يكتبوا لي وشذي بالديريكت أو بالعام بالديريكت مرات أنا أكبتر وحط بالستوري تسوين فضائح في مرات فلستوري لا تسوين أكاونتات ومرات وحط أكاونتات ومنسا تنسين بس الشباب إذا كتبوا كتبت جملة ما شنو كبترتي نزلتين مع أكاونت مع كشحة عشان مرات ثانية ما هي غلط مليت وانا قاضي ومرات يكسون وخاطر يدقونها لهم يبتشون فشنو أسوي اعتبري ولدت اعتبري ما شنو وين ولدت ولدت رحك المحامي كلمة المحامي كلمة المحامي عندك خلافات مع محمد ييقو زعلاني من بعض خذيتي نفس في خلاف في خلاف صح هل يستحق أو شيء ليلى قبل ما نتكلم فيه هل يستحق اليوم بخصوصا أن الخلاف عدة عليك كثير يوم المتكفين بعيد تحسين أن هل يستحق كل هذا المساحة من الغضب من الانفعال من المحاسبة يستحق بحالة واحدة تفضلي مثلا لما أنا أكون بيست فرند معاش وعطيتش من قلبي وعطيتش من وكتي وتعرفيني عدل وطقيني بظهري لا يستحق ما رح تنازل نهائيا طقيتش بظهري طقني بظهري كلام ولا فعل كلام 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 ممكن كل إنسان يقط كلام لا بس يعني كلام من إنسان يكون قريب ويجرح فيه ما تحمله كان عندكم مشروع برنامج كنت تتبعون تسوونه قدمنا برنامج مع بعض كان من فاشن هاوس إن الكسبان من هالخلاف خسران بالنهاية يعني أنت ممكن تكسبين عليه حكم وممكن هو يطلع براء حلو بس لما تقدشين التفاصيل اللي كانت بعلاقتكم بضحك بغشمره بأخوه بحميمية أخو أخته وهالأشياء أنا شوفه هو خسر عني هو خسر؟ هو خسر وايد لأن أنا كنت لأخت والسند عرفتي يعني علاقتنا كانت أن أنا أخته وسند له وهو كان نفس الشيء بس شنو اللي صار مرة واحدة وشنو اللي دشوا بيننا عرفتي؟ هذي الكلمة اي منو اللي دخل ما بينكم؟ منو المستفيد من أن يخرب علاقة محمد ييقو مع ليلى الكندري؟ ادخلوا ادخلوا هل هو فتح لهم الباب؟ أن يدخلون؟ طبعا أنا ما حد يدخل لا طبعا لأن صاروا هو حد شيء وصاروا بالسوشال ميديا كلام ولوية عرفتي؟ بس حزتها ما كنت يعني وايد مشهورة يعني فلا ورسكت كان شيء وعشرين عكس الحين اي عكس الحين فعشان هذا الموضوع ما طلع عايد بس انتي طلعتين استفدت منه ولا هو استفاد منك؟ للأمانة يعني قصدت بداية علاقتنا لا أكيد أنا استفدت منه وهو هم استفاد هو عنده خبرة هو عنده خبرة وهو مشهور خبرة بشنو عنده؟ يعني هو مثلا الأزياء مثلا بالفاشن اي بالأزياء يعني هو إنسان مرتب مبدع اي أنيق ومرتب وكل شيء يعني لبق بس أنا استفدت منه طبعا أنا الأول شيء استفدت منه لأنه أنا كنت بداية شهرتي وهو أوردي واصل ومشهور فأنا ده شيء مع برنامجة بس هم هو استفاد مني أنه إحنا كملنا بعض عرفتين؟ ما حاولت ترفعين السماعة عليها تقولها محمد تعال خلني تفاهم؟ لا لأنه فيني طبع لما تكسرين فيني وتكونين إنسانة عزيزة خلص بس سكر بابا واخر وخلص انسى بعد أقرب هو مثلا كلام سمعتك؟ اي زواجي ما حاولت تتخيل؟ لا حزيتها ما كنت منتزوجها ما كنت منتزوجها أنا توني هل سنة انت هل سنة تقريبا فاعا بس انت عندك زواج سابق الطلاق يكسر؟ ماذا يقوّل مرأة؟ على حسب يعني شوفي بداية فترة الطلاق أكيد فيها كسرة حتى لو أنت طالبتها حتى لو أنا طالبة أكيد فيها كسر أنا طالبة الطلاق مفروض تسوي له بارتي وتحطي له أغنية تطلقنا تطلقنا أغنية خالدة شوفي هو لأنه يمكن مسألة تعود روتين فلين ما أعود نفسي أنه خلاص مثلا العيشة مثلا التي تعيشتها لمدة فترة سنين مرة واحدة تغير فمجرد تعود لأكثر لأقل الضحي ليلى الكندري من أجل رجل الضحي ولا تطلبيني منها أنه أولي إذا كان يستاهل وإذا كان يضحي لي أكيد بضحي له كلمة يستاهل وايد فيها كلام ليلى يستاهل شنو 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 قدم شنو حق ليلى غير الحب أكيد غير الحب السند أن يكون هو بظهري سندي وكفاته معاي بحنيته يعني يعني فيه مثلا ناس يفهمونها أن يقدم لازم تكون المادة الملموسة لا مو إلا بس المادة هم فيه شغلات الوكفات الحنان أن ألاقيه وين ما أروح إن صارت لي مشكلة هو موجود يعني فيه شغلات الوكفات تحتاجين تتقبلين ريال يكون بخيل؟ لا ما تقدرين ترعي فكرة البخل مو بس ترى مرات يكون بالفلوس يكون بخل بالفلوس بالعواطف بالكلمة نعم ما أقدر ما أحب ريال يكون مو اجتماعي ساكت ما أحبه أحبه متحدث لبق اجتماعي يعني أحب شوية يكون نفس شخصيتي يعني ما يقعد يمي شيء ما يتكلم ما يصور فيها ما أحب تتقبلين ريال متزوج من أخرى؟ لا لا أنا و بس أي عاجبك عاجبك أحب التملك عنده ثور مشكلة أوه جبارة ثورة في هالجانب حلو منطلع فاصل ونكمل مع أشكش في حساب أوكي؟ ما في مشاكل ما صار شي لحي ما صار شي لحي يلا نطلع فاصل ونكمل مع ليلة الكندريك ونرجع مع كش في حساب وليلة الكندريك ها شخبار الوضع أوكي؟ توتر توتر؟ بس يا أكرم أنا أكتشفت أن كل المزز يعرفون أكرم اي من زمان مصور مزز لما يكون ضيفي ريال ولا يشوفه يعني فأنا أحبه يعني أبرز سمعتها الطيبة في السوشال ميديا حلو انزل ليلة الكندريك ما تنتظر من السوشال ميديا؟ شنو تبين تعصليلي؟ ما وصلت ليحي للعنابي أبي أصل تبين تعصليلي وين؟ مو كان زين مو زين؟ لا أكيد زين زين من ناحيتش بس مو كان من طرف الناس مو كان يكون مو زين أردو أقولك ما يهموني الناس ما يهموني الناس ما يكون أنا مقتلعة أنا ما رح أقدم شي مو زين وما رح أتجاه لاتجاه مو زين عرفتي فما رح أهمني الناس من اللي ههمتش؟ والدك زوجت أبوت أمت أكيد المحيط العائلي أهلي بس هم بالأخير لازم أرضي نفسي أسوي لانا أبي وقتلتش بالأول وبالأخير ما رح أسوي شي غلط أنا ما رح أسوي شي غلط شونه الغلط بالنسبة لالكندري انت ممكن تسوين أشياء ناس تشوف هذا غلط ما يجوز ما مفروض ما تسوي كذي ممكن يعني أكثر شي قع شوفونا الناس غلط وشي هذي حرية شخصية ثاني شي أنا شوية فري يعني أحب ألبس أحب الألوان الجريئة مرة تلبس ضيج مرة تلبس واسع يعني عادي اليوم زي الفل صراحة ما في شي يعني قاع أقول لتش يعني أحب مرة شذي مرة شذي بس كوني شخصية عامة لازم ينتقدون لازم يطقون تحبين الشو؟ منو ما يحب الشو؟ في ناس ما تحب الشو؟ لا أنا أحب أنت تحبين أي أحب الأضواء والشو والناس واسوى على الفهم؟ حلو أنتي عاي نحن نبن نوضح شغله أنت حين كم أخت عندك اسم الله عليكم؟ آه ستة ستة أنت السابعة؟ تعدين؟ أي؟ أي أنا السادسة أنت السادسة؟ أي الآن نضافت لكم مزة يديدة هي شهد الياسين أي ماذا بالنسبة لك؟ زوجة أخي زوجة أخي كنت منورة في العرس بالعرس ماذا حساسك اليوم عندما أخي أخي قال أنني أتزوج أحدا مشهورة؟ استانست استانستي؟ قلت لها منه؟ سألتي أو كنت تعرفين؟ لا، قال لي من قبلها قال لي لم تزوج شهد الياسين؟ و أنا كنت أحبها أخي بني أخلاق و سمعة زي الفل وطيوبة طيوبة وايدة حميمية أخوتي عنده أيضا زواجة سابقة عنده عيال هو منفصل منفصل لما أدخلهم بالانفصل معه ومع الزوجة الأم أحس أنه مو حلو ان انا اتكلم بحياتهم الشخصية هم مو صرحوا واعتقدتها بس الناس تفاجأت ان انت موجودة بالعرس اي تفاجأوا ان انا اخت المعرس اخت المعرس اي بس لفكرة تتشابون وايد اي نفس البوها اي مرات يعني شكلكم صار على تركي اكثر من بلا اي فحد قال لكم هذا الاحساس بلا اي دائما اي صايرين جنة اردغال بلا صح الانسان ممكن يلاقي الحب في اي لحظة في حياته مو لازم يكون في البدايات لا اكيد لها بدايات لها بدايات لها مواقفها الحب يي في اي مرحلة ممكن يي في منتصف العمر ممكن في بدايته ممكن في نهايته في ناس يعدي عمرهم ما يلاقون الحب لهم يعني لازم يلاقي لي متى الحب ضروري في حياة الانسان هو مو ضروري بس شي حلو شي حلو شنو هوا اكسجين يعني شي حلو ان تلاقيين احد تحسينها نصتش الثاني يشاركتش حياتش روحاتش رداتش ريال يسند معنى في حريم فاتحة بيوت مو كل ريال مو كل ريال ريال مو كل ريال ريال مو كل شخص تختلف انا جريئة بس لحد الأدب مم يعني ما يعني مثلا ما اسوي شي على اساس ان انا جريئة او اجرح لجدامي او اسوي شي مثلا يفشل او او من عاداتي وتقاليد يعرفتين؟ مم انت لما انت الزوجي لازم يكون زواج حب؟ اي ماذا تزوج استقرار؟ لا اقدر استقر بروحي بروحك؟ ما عندي مشكلة وانا كنت عايشة يعني بروحي فترة لين ما تزوجت الحين تقريبا في 2019 انا اتزوجت اوكي انت مع استقلالية المرأة ان يكون عندها بيتها خاص فيها بعيدة عن الاسرة بعيدة عن حياتها طبعا بس في ناس تسيق في بنات يسيقون استخدام هذا الحق هذا يعتبرها عقدة نفسية اللي مثلا اهلها مثلا يعطونها حرية او تكون ايها مستقرة بمكان بروحها وتسوي مثلا شغلات غير لائقة او مشاكل فيها عقدة نفسية او كبت او شي معين يعني هي عاشتها احنا من شوي قنا نتحجة تحت الهواء انا وانتي قنا نتحجة عن الجريمة اللي صارت في بيت الفنانة نانسي عجرم قلت اي انا تعرضت لشيء مشابه كبوت شذيو اي بلا بس انا يعني اعرضت الحرامي ديش بيت بس ما داش ما داش اي شفت وقمت اصرخ من ورع الباب الاحساس شون واي رعب رعب يعني لقيت نفسي كاع اصرخ واديك على العمليات وحطهم سبيكر بعد عشان هو يسمع تخرعيني والتخرعي نفسك اخرعتي اي ونحاش هو راح انا انحشت من البيت البيت ما كان فيه احد ما كان فيه احد الا انا بروحي اي انحاش وانا انحشت وراك شون طعين قضية مات نانسي عجرم تعتقدين لو انه البيت مو حق نانسي ما كان صارت هال هاللوية اكيد صارت كل هالشوشرة والشو والضجة الاعلامية عشان اي هي نانسي عجرم بس اي لان اكيد يعني كل يوم فيه اكثر من شدي جرائم بس ما قعن بس نانسي عجرم مسكوفية اي اوكي ام ام عائلتك متقبلة المادة اللي انت تقدميها ام 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 انا عائلتي متحفظة وما في احد من عائلتي بالسوشال ميديا او بالفن ام 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 ليلة الكندري ها تبينوا شي واو يا ساتر عندك كتابين صح 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 في كتاب منهم الاخير طلعوا عليك اشاعة ان انت باقي الكتاب من المذيعة صديقة حقك ونسبتي الى نفسك ام اعتقد سمعت الاشاعة هاي ام ام شوفها هي اشاعة وهو تشذب يا الله بنفهم اشاعة اي هي اشاعة وتشذب اي بس انا كون ان هي صديقة بعيدة موسقي يعني صديقة مقربة يعني مالي 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 ام ام صديقة يعني ما بيني وبينها اي خصومة ولا شي عرفتي واحترمت يعني حتى اللي هي قالت انا احترمت بس انه كان جذب يعني موسج بس انا ما حبيت دش بجدال ام عرفتي بس هذا هو وضوع يعني وما ان ازلت يعني الاموانة بعد بس دار الاشاعة رفعت عليها تريفون اي صار نقاش بيني وبينها بس انا شنو انا عندي بلابتوبي كذا شي مجهزته اوكي فما همني الموضوع ليش كله شعر احب الشعر الشعر والانثر احب الشعر يعني اخر اصدار ام ما كان شعر بس حسيت انه ما يمثلني غير عن الاصدار الاول كان يعني مثل رواية وفيها اشعار انتي مهوشتية ما عنا شكلتش كيوت والغطرة تاكل عشاك على دولة اخواننا المصريين ما حدش يدسلي على طرف اوكي احني كان مفروض تقدمي برنامج بس كوب قبل عدة سنوات عام 2016 هم هاوشتي مع الموذيعة اللي مفروض تكون معاك واللي علاعتم للامانة يعني كان في ناس شايفة لا انا ما سويت شيء ايهي كانتني انتي كنت متأخرة انا كنت مريضة اه اوكي كنت يعني مريضة ما ليس على المريضة حرج ايه كنت مريضة وما اخذ ابرة ما تسخونة ويايا اوكي يعني همت عنها ايه فمندشيت ما عطتني مجال يعني بالممر بعد عطتني 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 قامت تتزف وقامت تتغلط ازين سوت ليلة كندري قامت لقاعد قاعدة قامتلي وقفت لي عندي تشيبويهي ايه 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 ما سوت لها ولا شيء نهائيه نهائيه ليش والد احترم نايف الشاهر وفجر السعيد فما حبيت ايه يعني ما حبيت اتسوي ولا شيء ايه ايه اتسكت وقدرت ومشيت وقلت عن اعتذر خلاص مشيت مشيت ما كملت اكتفيت فيها من البلوكات لاني كنت مريضة يعني حتى لو هذا بطقني انا خلاص حدي حرارتي اربعين هل تشوفين انها حقية انها تستعدى عليك بها الطريقة؟ هي مو من حقها بس الامانة كانت جدا انسانة ملبقة ولا تملك حتى صفات انها تكون اعلامية او مذيعة لا لباقة بالحوار ولا بالكلام يعني لا اسلوب ولا شيء وطلعت؟ ايه بعدها هي عم ما قدمتها جدا وليش انت ما قدمتها؟ زعلت زعلت من منو وعلى منو؟ زعلت على الموقف اللي صار وكرهت الموضوع بكبرى ايه انا ما اضايق خلاص الاخر انت متضايقين انت عافين ايه افوف الشغلة بكبرها خلاص لان احس اني ما راح انجز فيها ما راح ابدع فيها بس الاعلام يبيلا اسرار يبيلا انا اتعب اشياء عشان اكون موجودة المفروض لان اشوفي هي كانت اول تجربة لي عرفت ايه واخرت على طول لان ما دي ما عرفت اتصرف اول مرة احدي بويت شذية بيطقني هلاقة 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 ما تحبين الهلاقة ما حب لا تحبين شي مني كلميني كلميني ايه 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 وحتى لو كنت انا غلطانة الصوت اتش ارتفع شوية اعطيني مجال سمعيني ان انا كت مريضة يعني مو بيدي ايه هلقت فيني على طول انت كتمت اخرى صار لتش كتر ساعة 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 هلوك اهم واحد ممكن يقول طريج دنيا شي ما عطتني مجال وانا ما تناقشت اكتفيت فيها بالبلوك بس يعني هذي الحالة الوحيدة اللي انا ما هلم كل مرة انا ما قدر اسكت عن حقي بس حظها الحلو ان انا كت مريضة كتت مريضة ما ليخلق ما ليخلق المرة لما يعلى صوتها تفقد اشياء كثيرة طبعا تفقد انوثتها تفقد لباقتها يعني حسها مو حلو بس الواحد مو بيدة اذا كان موقف يعني قوي وخلاص تنرفستي خلاص ما تقدرين وانا من نوع لما تنرفز صوتي يقلب اه يقلب شي صغير السد يصور الناس ضحكتي الناس ضحكتش فليحة يعني اوكي بالله يصورها تشنة يعني صوية صوتي يقلب صد اما عصب خلاص افقد يعني في مواقف انت تصيرين اخت رجال وبنت رجال فيش ال فين الله الرجولة الرجولة تحسين مرات ان انت عندك شي مرجولة اكثر من رجل اي اكيد بلى الرجل مرات في حياة المرأة يعطل اذا كان ممتفاهم ايه شنو التفاهم بالنسبة للرجل هل ان يكون عادي وان عندك الشي يطوف ويلا و لا اهم شي ان يكون انسان متفهم يعني حتى لو صارت مثلا مشكلة او سوء فهم او بذر مني شي غلط يكلمني ويتناقش معاي ما يمثلا يتاوش معاي او يزعل مني ويوخر وما يكلمني لان هم ممكن اني يؤثر على نفسيتي بشغلي انت تؤمنين ان اذا اختلفت المرأة والرجل لازم يكلمون بعض عشان يعرفوني حلونا المشاكل ممكن الواحد يصدوا يالله ما هي تجيلي لا اوه غصو عن خشمي شوفي يعني اذا اوه كان غلطان انا بزعل وما رح هي ايني رح اعطي مجال اذا كنت بي اوكي اذا ما بي ما رح اعطي مجال وما رح اسمح ان انا حتى اتناقش معه في ريال التي اتناقش معها يحلل الزواج و يحلل accred이고 في طلاق يعني اتشان ما اصار في طلاق فخلص الواحد ما يوصل يعني غض النظر عني اي احد اي عائلة لما يوصل لحد الكشيتي والكراهية وما في قبول لازم لابد منه الطلاق عرفتيو؟ مرات الطلاق يصير ضروري عشان ما يفقد الطرفين احترامهم حق بعض صح احترام مهم في الحياة الزوجية اهم من الحب اهم لان الحب رحي من شنو من الاحترام من التقدير من الاهتمام يا الحب اما اذا انا احب وما احترم ما رح يقدر حتى لو كنت شنو ايا من الجمال واحبه ما رح يتقبلني اذا انا مو محترمة السوشال ميديا شنو ضررت في ليلة الكندري شنو السوشال ميديا شنو ضررتش فيه ضرر ضرر ما اشوف منه اي ضرر بالعكس تركيب فيديوهات بغض النظر عن الناس السلبية ما يهموني بس موجودين اي بس ما يهموني يعني ضرر بسيط عادي ومرات يضحكوني بعد ما يهموني نهائيا بالعكس انا شوف السوشال ميديا شي ويت حلو يدي شون يقولوا تشي البطة عادي انسان طبيعي يضعف يمتن تطلع زغدودة هنا بالنادي تروح بالشط يروح فعادي تطلعتي في لقاء شجعت الناس على انه يستخدمون شخص ما شجعت ها المال كان ايه اسألوني انا تاخدين قلت ايه والي بغض النظر عموما ينبع بالصيدليات بالصيدليات لكن لازم نسوي الفحص ايه يعني هو مو شي انه هو مو مرخص مرخص بس ان شنو تسوي فحص مش عليك تاخذه ما مش عليك ما تاخذه ما يصر هو مني وطريجو بروح يروح ياخذه انت تحاولين تغيرين شكلك حسب الموضة ولا انت مقتنع بشكل يعني في فترة من الفترات يكون مثل ستايل البنات مبروبة شوية متفوسة تي لا ايوم الاضعاف كلش انت تشوفين نفسك انا احب نفسي بهالشكل بغضي النظر عن الموضة او الا انا بجاري الموضة لا انا 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 يمكن تي لو شايفة صوري قبل ترى انا من يومي هذا هو جسمي بس لما حملت متنت طبعا طبيعي مخلوق ثاني اي متنت اعرفتي وصار فيني بالحمال الزلال وهالسوالف اللي اتفختني اوكي فاما رديت ضعفت استيل هذا هو انا كل ما سويته بعد الولادة عن شوية تجميل شذي مثلا كشفطت ايدي كانت ايدي وادي كبيرا بعد الولادة بس بس استيل هذا هو جسمي لا تفخت شيء ولا شلت شيء وحطيته لا ولا شيء هذا انا فانا مو مع البنات مثلا نما يتموضة انه يدفخون وش سوون لا انا هذي انا يدفترة يدفترة الهبة انه يشلون الضوعهم صحيح اي بلا ما فكرت فيها تخافين لا 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 انسعي في مشاهير سواها لا بس انا اخاف تخافين من شنو اشيال الضوعي ليش انا اخذ شكل واو لا لا بالعكس انا احب الضوع و احب السيكس باك بعد اي اي لش الشيلا احلى 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 السيكس باك احلى اي بس السيكس باك ما النساء يختلف عن السيكس باك ما الرجال اي اكيد اي طبعا طريقة القصة تفرق اي شغالة كرث و ومبدع في النادي الليلة أحب النادي صار روتين صار روتين يومي بالنسبة لي يعطيه طاقة تتحملين الناس شوفي هو يشير الطاقة السلبية مني يعني يكون متضايقة أروح النادي أقط كل طاقتي السلبية ضيقتي أطلع منه فرش تخافين من اليوم اللي ينقال عن الليلة كندري مجميلة؟ لا لأن بالأخير الناس أذواق الناس أذواق فيه ناس يعني بيتقبلون شكلي فيه ناس يشوفوني مو حلوة بالأكس أحترم رأيهم فيه ناس يشوفوني واو وايد جميلة فيه ناس يشوفوني عادية فيه ناس يشوفون أنت من التجميل صرت يتش هذي ايه الله يعز التجميل ايه فبالأخير اللي أنا مقتنع فيه اللي أنا حابته بنفسي حسين أن عيب صارفة التجميل إن المرأة تسعى دائما التجريح ايه الله يخلي التجميل الله يخلي العيادة وهم يروحون يساون تجميل من تحت لتحت ما يبينون لا ومنهم يقولون شمسوية اي اي شمسوية بعدين اي الله يخلي تنفيذي تذيش اللي يضحكني يعلقون بالانستجرام بالعام وما وعدش علي شمسوية حق جسمتش بطايركت ضحكني اقرأ ومارد عليها تحقرينها اي اي ما اقولها ليش قائلتش هذي جدا من الناس اي اي بعدين في منهم ارد عليهم او بتقول لي لا انا يعني سفزيتش عشاء تردين انتي ما تردين فقلتي ممكن سبيتش رح تردين علي ف اي ما العقليات الواحد اي يعني المشهور يواجه وايد عقليات مختلفة ام عرفتي طبعا فاكتفي بعدم الرد المهم انا راضي عن نفسي ام راضي عن شكل انا عاجبني نفسي ام كافي الامومة شو مغيرت فيتش وايد اشياء يعني خلتني مثلا يعني قبل لا اصير ام مثلا قبل لا يبولدي شوية يعني مستهترة كل همي وناستي طلعاتي انا بس من بعد لا من بعد ما يبتأ احس انه صار فيني حنية زيادة صار فيني اعطي اوه اكثر مني ما تفكرين انت يبين بيبي ثاني لا بنوت ولد واحد كافي ما احب اليهال ما تحبين اليهال ما احب في احد ما يحب اليهال ما احب ما اعرف ما احب بيبهم ورب ما تربيهم يعني انت تبينهم يعني مفروض غيرت يربيهم ما احب يعني كافي مثلا ولدي الله يحفظه انتي ام شنو ام عبد الرحمن ام عبد الرحمن احلى كافي ولدي يعني احس اني مكتفية والحمد الله ركازة يعني اسم ام عبد الرحمن بلا والحمد الله مثلا ريلي هم عنده مثلا عنده عيال اوكي فانا اشوف انه كافي الاحتياج الى رجل اكثر من الاحتياج كاولاد فيه بيوت فينس تروائد متزوجين ما في عيال بس حياة علاقتهم متينة بس فينس تشوف الزواج لازم عيال لا ما لا شغل مو لازم مو لازم مو لازم ما يقولك يربطكم اكثر نعم ما لا شغل كان مو اكثر المتزوجين كانوا متطلقين عندهم مليون ياهل واتطلقوا ما ربطهم اللي يعني الياهل ما يربط حدو لا ريال ولا مارا ما رح يربطهم الا حبهم واحترامهم البعض راح الاحترام بس خلاص ماك فايدة تروح يمشي ويترك التاني ايه ما في احترام رح يسبب وايد مشاكل مم خلاص ما رح يقدرون يكملون مم تغارينها ريالج مم مم لأنها يعني مثلاً يعني بغار مثلاً من شنو من بنات ما يهموني بنات؟ أي يعني مثلاً غار عليه من بنات ما في واحدة تستفزتش قاعد تخز برايلك ما قلت يا حجيش فيتش ووايد تهوشت لا ما تهوشت ما طالع أصلاً أبتسم ومشي ما يهموني عالي يطقون شتفة ويمعدي ها صارت؟ لا ما صارت كذيه صارت أن كنا قاعدين بمطعم ها صارت نفسك وحدك هتقاعد تؤشر لها من ورعي سوي لها قلب حب سوي لها شذيه؟ ايه كانت ناديني واحدة ثانية ما عطيتيها سهم طف لا ما كنت شايفة طشر الحب هذا ما كنت شايفة نادتني واحدة ثانية قاتلي قاتلي ترى هالي تتحرش برايلك ها تتضلها خبلة الله يهديها مسكينة لا ما يهمني يعني ثقتي في كبيرة ثقتيش في كبيرة أي ما يهمني لا ما رحت عصبين منه مرة ثانية وتقولينا تطلعين تقوابك بلا أنا اطلقت خلاص عشان احربة انت مفروض يعني الملاج عندكم في البيت هو صار بس ترا كلام يعني لا صار بيننا لا انفصال ولا كلام عندنا من انفصب بس أنا طلعت وقلت خلقوه ان انا انفصالت عشان يموتقهر انت منتقهرين ايه يموتقهر ويطلق صد ويطلق صد ما رايح مطلق بعدين شيشت شمسا عهديت وبعين خلاص بعدها نيت وحيك تتفشل دو تحيا عشان يقول بس احتي الفوست ايه بس انا اذكر شفتها ايه وبعدها اما شوفو معي شو مهارة ديتاو هذه الحياة عادية يقولون لما انت قاعدت تسوين الفيديوهات اللي في السوق اللي بالجيم تسوين تماريج كتتتقلدين حليمة بولند لان هي من اوائل الناس اللي راحت الجيم وكانت تصور تدريباتها لا؟ حليمة بولند بالعكس انا احبها.. احبها اتابعها وباتابعها.. ما التقيتو شخصيا؟ بلى ام ايه سايلات معينة أحبها ملابسها عادي حرية شخصية سيعتقد شايلة أضلوح أضلوحها لأن الطريق الخسر يصير مرة واحدة ما يصير لازم في حواجز واحد ترحت الكورسي مثلا كثر استخدام الكورسي يسوي تشدي مع التمارين يصير مع الوقت يأخذ مجهود جبار توقعني عندها تدريبات هذه عادي لو ساعب اليوم احنا وصلنا للآخر حلقة نماتش كشف حساب لا ما في صدمة لي حين انا قاعدة ناطر لا ما قلتلك قلتلك انا مو انا مو يا ابتش اضايقش اوكي انت بني كويتية نعتز فيتش سواء نتفق او نختلف معاتش ليش كل الاحترام بيش كل التقدير اوكي نتمنالش تسرين زميلتنا قريبا في سكوب بس خلي ايه استاذناي في شهر مو رياي من العمرة مطيح ذنوبة كلها موعدنا الاحد الاحد ترى اذا مايت الاحد انا اروح ايبك من الجهرة ماشي احبه اشكرتش على اللقاء الحلو طبعا مصدمت فيتش شخصيتش شويت حلوة حبيبتي غير عن اللي كنت سامعتها ايه ما تشوف انشاء الله انشاء الله انا اشرفت فيك اتمنى كل المشاكل يتم الصلح فيها حتى لو اختلفنا اوكي يعني تراعي فكرة محمد او غير محمد وايد انا اختلفنا مع الشخصية وصلنا محاكم وردينا صحيح في الاخر احنا كلنا كويتيين كلنا البعض كلنا اخوان وداخل البيت دائما يصير في الخلاف صحيح انا اتمنى انه يتم الصلح سواء انت خذيتي حكم او هو اخذ حكم احنا نرفع القضاء لكويت النازي لا لا يظلم احد ونشوف انشاء الله باشياء وايد اجابية ومارتان لما تهو شي مع ريت تطلعون تقولون انا اطلقت يا جماعة وانا الى جانب اننا احنا جمعنا برج الثور احنا فين نفس العرج الوالدة من مصر صح ايه اقدع ناس صح اقدع ناس اقدع ناس حبيبتي ان شاء الله شوفش من تقدم انت تستعليك الخير وان شاء الله ما نسمع عنك الاشياء الحلوة الجميلة حبيبتي احب اشكر جور اسباع الميكب اليوم وشاعر وعلى زياء بوتيك بلدونة اتمنى نكون قدمنا حلقة موفقة من كشف حساب معليك نسمحونا على خير نشكوها لقد قادم موسيقى 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 اشتركوا في القناة